موسيقى 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 مشاهدين ورحمة بكم من جديد في آخر فقرات حلقة اليوم من برنامج ملاعب حلقة نستعرض فيها أبرز الأخبار ونسجدات الملاعب العالمية دائما معي الكابتن مونير رحمة وكابتن مونير نبدأ هذه الجولة السريعة مع رونالدو أرقام قياسية بالجملة أعتقد أن هناك المزيد من أرقام التي يمكن أن يحققها باللعب أكيد شاهدنا اللعب استفادة بصراحة على مستوى الشامبينز ليج المجموعة وطبعا ضعف بعض الفرق وسجل عدد كبير من الأهداف على الشامبينز ليج شاهدنا نفس الشيء على المستوى الدوري فريقي. الكل يخدم لمصلحة رونالدو على مستوى تجديد الأهداف طبعا هو الهداف التاريخي لريال مادريد وأعتقد قادر على إضافة أهداف أكبر وأكثر خلال مسيرة هذا اللعب النجم الهداف العالمين وأعتقد أنه كذلك مستفيد من تواجد لاعب آخر ميسي في نفس الفترة. لأنه دائما تنافس متبادل بين الاثنين صحيح. وصول فرق ثمانية أهداف بين كريسيانو رونالدو وميسي على مستوى الشامبينز ليج. أكيد هذا عامل يؤكد قوة التنافس بين هذه اللاعبين. وخاصة بنسبة كريسيانو رونالدو. يريد أن يرد بطريقته على تألق ميسي عن طريق الأهداف. من إسبانيا أو من أوروبا. ننتقل إلى الملعب الأمريكا الجنوبي. بالخصوص ملعب البرازيلية. الحارس سيناء أو الحارس الهداف. أكيد. حارس يسجل خلال مسيرته الكروية 131 هدف. طبعا هذا أسطورة. يمكن أن يكون هداف ولا يسجل 131 هدف خلال مسيرته الكروية. أعتقد اسم سيذكره العالم طويلا. 20 سنة مع نفس الفريق علي. ليس بالأمر سهل. تألق على مستوى المسيرة مع الأندية. وعلى الإنجازات المحلية. لكن مع منتخب السليساو للأمانة. هذه نقطة تمنيناها أن تكون بحجم النجاحات. لأنه في الفترة التي كانت متوجودة فيها. كما توجد الأسماء كبيرة كانت موجودة كحراس المرمى. لكنه على الأقل أخذ ميدالية مع المونديال كحارس بديل. ولم يشارك ولو في دقيقة واحدة. إذا ننتقل إلى الموضوع الآخر في هذه الجولة. وهو في الزمالك. أعتقد المدرب آخر يتواصل مسلسل تغيير المدربين في الزمالك. طبعا. هو اختيار مفاجأ للبعض ومتوقع للبعض الآخر. أنا شخصيا أعرف هذا المدرب. باكيتا. نعم. باكيتا. عمل هنا في الإمارات. تربطني بعلاقة صداخة. مدرب جيد. مدرب يريد النجاح. لكن هذا المدرب ينجح أكثر دائما مع الفريق الذي يضم نجوم. لأن هذا المدرب يتعامل مع عقلية احترافية. ليس في عقلية المدربين الذين يسعون إلى بناء فريق والتركيز على المستوى التكوين والإنشاء اللاعبين. لا. هو مدرب يتعامل مع الفريق الجاهز. بالضبط. يعني يتعامل مع الفريق الجاهز. وأعتقد الزمالك هو فريق بطل في الدورة المصري. يمكن أن يكون صفقة ناجحة بنسبة للزمالك. خاصة أن شاهدنا تقديم المدرب كان تقديم كبير. ومرتظم منصور كان أكبر الداعمين لهذا المدرب. نتمنى طبعا فريق الزمالك فريق كبير. نتمنى له النجاح. إذن بالنسبة للموضوع الأخلى في هذه الجولة مونديال الأندية تألق لافت للأنديال الأسيوية. هنا شاهدنا في مونديال الذي أقيم في المغرب في مراكش وآجدير. كان هناك استفادة صاحب الأرض الرجاء البداوي لبلغ المباراة النهائية. الآن استفادة أخرى للأنديال الأسيوية. فهناك فريق ياباني وهناك فريق الصيني في نصف النهائي. صحيح. تقريبا السنوات الماضية كانت تألق على مستوى الفرق الصغيرة خلينا نقول. هي على مستوى الإفريقي الأهلي المصري كان لسنوات طويلة. نجم الساحلي شاهدنا حتى في المغرب كانت تألق وصول للنهائي. هذا ليس بالإنجاز السهل بطولة بهذا الحجم. طبعا السنوات الأخيرة الكرة الأفريقية فقدت أغلب نجومها. فقدت العديد من المواهب التي غادرت مبكرا إلى أوروبا. على عكس الكرة الأسيوية الكرة الأسيوية اليوم تحصد نتاج العمل والاستقرار على مستوى العمل. شاهدنا الكرة الأسيوية هناك ثبات في العمل. هناك تطور ملحوظ على مستوى الأندية والمنتخبات. واليوم هناك قدر على المنافسة العالمية. بالنسبة للنادي الياباني ربما ما نقول بأنه ليس غريب. مبكرا متوقع الكرة اليابانية للتاريخ. بالنسبة للكرة الأسيوية. خصوصا لكوانجو مع المدرب السكولار. لا تعتقد بأنه بدأت الصين تعطي اهتمام أكبر بكرة القدم. صحيح. هو المفاجأ أن الصين هذه القوة العالمية على مستوى التعداد السكاني ولا تملك فريق قوي. لأنه اتجاه للجنباز للمياضة أخرى. لكن ما حصل مؤخرا في السنوات الأخيرة تم التركيز مع كرة القدم وتم جلب كفاءات على مستوى التدريب بعد مرشلو ليبي شاهدنا سكولاري وحتى على مستوى اللاعبين هناك خبرة كبيرة على مستوى اللاعبين. تكلمنا على سكولاري وخبرة اللاعبين والإنجازات بالنسبة وننتقل إلى مدرب آخر وإخفاقات مانيونايتد. السؤال بكل بسطة هنا وفنجال ومانيونايتد إلى أين؟ السؤال الآخر هل كان فعلا الفنجال المدرب الأنسب لفريق مانيونايتد؟ طبعا النتائج أجابت عن هذا أعتقد إلى حد الآن. ليس في حجم أرسن فينجر ليس في حجم جوزين مورينهو. لكن طبعا مشكلة مانشستر يونايتد لا يزال يبحث عن الأب الروحي لهذا الفريق. طبعا بعد أليكس فيرغوسون هناك فراغ كبير على مستوى الجهاز الفني وثيقة اللاعبين تجاه الجهاز الفني. إذا رحل فينجر مع من سيتعقد مانشستر يونايتد؟ ديفيد مويز؟ يرجعه مرة ثانية. لأنه أفضل. نعم هو هذا الاشكال إلى اليوم ليس هناك اتفاق داخل عائلية موضوع آخر بالنسبة لبرشلونة. كيف ترى برشلونة بخصوص هذا الموسم؟ بعد الفوز بالثلاثة الموسم الماضي رفقة نفس المدرب إنريكي. كيف ترى هذا الموسم؟ هو تحدي صعب جدا بالنسبة لبرشلونة أن يحافظ الموسم الثاني على التوالي بنفس الألقاب التي فاز بها الموسم الماضي. وخاصة إنريكي هذا المدرب الذي حتى ولو فهز حتى ولو توج بالألقاب لازال تحت علامات استفهام وتحت دائرة الشك والانتقاد في كل مباراة وكل نتيجة. اليوم هناك تعادل نتكلم على تعادل بالنسبة لبرشلونة الثاني على التوالي ليس بالأمر الكارثة. هي نتيجة تعتبر معقولها. آخر شيء بالنسبة لفريق ليفر بول. فريق ليفر بول تعادل مع فريق وست من الدقائق الثمان. تأخذ ثمان للوقت بدل الضائع. بعد نهاية المباراة المدرب يورغن كلوب دع جميع اللاعبين لتحية جمهور ليفر بول. هناك ضجة في إنجلترا. البعض يعتبر بأنه خطبة ذكية من كلوب. البعض يعتبر بأنه لا تليق بصمعة ليفر بول. أن تحتفل بتعادل مع ويس بروبيج. العنوان هل هي طريقة بأنه بعد كل مباراة خسارة تعادل أو فوز تحتفل مع المدرب. صحيح. هي للأمانة جمهير ليفر بول خلال سنوات الماضية كانت تعيش على التاريخ على الماضي. اليوم لابد لفريق ليفر بول أن يصحوا من هذه المرحلة التي كان يعيش عليها الأطلال. اليوم كلوب هو الرجل المناسب لهذا الفريق. أعتقد أن اليوم كلوب على مستوى الفكر على مستوى الفلسفة الأمور الفنية هو سيتطور جدا فريق ليفر بول وقادر على العودة وشهدنا في الفترة الأخيرة أنه بعض الملامح ولو أنها بسيطة لكن مع كلوب هذا المدرب هو في المكان المناسب وعلى جمهير ليفر بول سوى الانتظار لأنه هذا المدرب سينجح مع ليفر بول. نختم هذه الحلقة بخبر بعيد عن ملاعب كرة القدم للتينس. هل هي رياضة العام؟ هي رياضة كل عام للأمانة التينس باستمرار متواصل وسيرينة واليامز في الصورة طبعا هي أسطورة من أساطير التينس لا أدري ماذا أقول لكن التينس موجود على مدار السنة وهي رياضة لما لا أن تكون رياضة كل عام لأنه تم البعض هل من البساط باختصار جديد أن تكون هي رياضة الألعام إضافة إلى يوسين بولت في ألعاب القيوة كرياضي العام يعني هناك بعض وجهات النظر ممكن تختلف في هذا الجامع لأنه التينس إلى أن رياضة كل عام على أي أساس على أي أساس صحيح أي وجه مهارية اللعبة إذن كابتن شكرا جزيلا لك شكرا على المساهمة في هذه الحلقة مشاهدين أشكركم كذلك على متابعة هذه الحلقة ونطرككم الآن مع أفضل لقطات أو للمنتخبات المشاركة في بطولة أمم أوروبا التي أصفرت قرعتها عن مجموعات قوية ومباريات متيرة ومباريات وتاريخية إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر